5000 دولار تسعيرة إيجاد فرصة عمل في العراق تدفع للمتنفذين والسماسرة في أسواق الرشوة التي صارت جزءاً أساسياً من مهام المؤسسات الحكومية في العراق الجديد تسعيرة الرشوة هذه أوردتها وكالة أسوشة تبريس الأمريكية في تقرير لها اعتمد على معلومات من واقع خريجين جامعيين يحاول 70% منهم ممن هم دون أعمار الأربعين البحث عن فرصة عمل وفصلت الوكالة في خفايا التوظيف في المؤسسات الحكومية حيث تلقى السيارة الذاتية للطلاب الخارجين على رف انتظار طويل الأمد بينما تخضى سيارة ذاتية أخرى بالقبول ومن ثم التوظيف بناء على قوة السيرة المتقدمة من ناحية علاقته بالأحزاب السياسية أو المال وليس على أساس الكفاءة والأهلية معدلات البطالة المرتفعة متعلقة بفساد الإدارة منذ الغزو الأمريكي للعراق بحسب الوكالة الأمريكية وذلك ما ألجأ كثيرا من الشباب العاطلين عن العمل إلى الانخراط بصفوف الميليشيات المسلحة كما تقول الوكالة فلم يبقى أمام الشباب العراقي إلا تحصيل قوته عن طريق القتال بصف الميليشيات أو يلجأ الافتراش الشوارع على بسطيات لا يكاد مدخولها يافيب متطلبات المعيشة الصعبة وأمام محاربة الحكومة للبسطيات ووسائل المعيشة البسيطة كما حصل في عدة محافظات عراقية لم يعد أمام غالبية الشباب الأكاديميين إلا جلوس في البيت دون وظيفة ولكن نياب الفقر والحاجة دفعت هؤلاء الشباب إلى الخروج بتظاهرات شكلت محافظة البصرة صورة مصغرة عنها وعن أسبابها وهي المحافظة التي تحوي آلاف الأكاديميين العاطلين عن العمل بينما تشكل المحافظة نفسها خزان العراق النفطي الذي لا ينبط ترجمة نانسي قنقر